السلام عليكم أنا دكتور عمر دينون اختصاصي طب الدماغ والعصاب سنتكلم اليوم عن سؤال هل تطعيم الكوفيد آمن في مرضى التشنجات والصرع هناك مطاعم عدة متوفر لكوفيد 19 في عديد من دول العالم بشكل عام معظمها أخذت تركيز الاستخدام الطارئ وهي فعالة وآمنة هناك أعراض جانبية مثل ألم موضعي، ارتفاع في الحرارة أو صدع بالنسبة للتطعيم عند مرضى الصرع أو التشنجات فيجب أخذ بالحسبين أن خطورة من العدوى أكبر بكثير من المضاعفات المحتملة للتطعيم بنفسه فننصح بأخذ التطعيم عند كل المرضى ولكن يجب توخي الحضر عند بعض المرضى مثل المرضى تشنجات الحرارية أو المرضى الذين عندهم تشنجات حساسة للحرارة مثل متلازمة ترابي أو إذا كان هناك تشنجات سابقة حصلت بسبب الحرارة التوصيلة وقت أخذ التطعيم عادة ينصح بأخذ خفض حرارة في المرضى الذين عندهم خطورة عالية للتشنجات وعادة ما يعطى في أول 24 إلى 24 ساعة بعد أخذ التطعيم بسجانب الحرارة يجب دائماً لبكاء على خطة طوارئ في حل حدود أي تشنجات وعادة ما تشمل هذه الخطة أدبية توطى في الأنف أو في الفم لتوقيف التشنجات في حل حدودها حسب نصائح الطبيب المعالج شكراً جزيلاً على حسن الانستماع أرجاء كتابة أي موضوع عصبية تحبون أن تعرف عليها في التعليقات وعلىكم مني أجمل التحيات دكتور عمر دنون ترجمة نانسي قنقر